إلى حين هدوء موج الجلسة الأولى تتوقف سفينة البرلمان الخامس عن الإبحار مؤقتاً عند ميناء المحكمة الاتحادية ومن ميناء القرار القضائي الذي أوقف عمل هيئة رئاسة المجلس مؤقتاً إلى ميناء الطعن في دستورية الجلسة الأولى بما حمل من إجراءات قانونية أشعل فتيلها رفع الجلسة الأولى وما جرى بعدها وتعيين رئيس سن آخر غير محمود المشهداني وبين ميناءين لا يزال البحر هائجاً بفعل أمواج الإطار التنسقي المتمسك بوجهة نظره وبين الطيف الواسع داخل المجلس والذي يحمل راية القانون تماماً كما توشح أغلبيته برداء أبيض وبعيداً عن اللون النقي الذي وصفه خبراء لتفاصيل الإجراءات التي أوصلت محمد الحلبوس رئيساً للبرلمان إلا أن ضباباً يلوح في سماء العملية السياسية قد يعرقل سيابية البرلمان بعد أول جلسة في مشواره العصيب ومع هذا فإن الطمأنينة التي أرسلها المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية بالتوضيح حول قرار المحكمة على أنه لا يؤثر على سريان المدد الدستورية إلا أن الأفق غير واضحة ملامحه اليوم فحالة الطقس التي تصاحب مواقف الرفض والقبول على الكتلة الأكبر هي التي خيمت بظلالها على مجلس النواب وفق خبراء فإن ثمة معادلة قد يطرح لها السياسيون أكثر من سيناريو للخروج من أزمة وجدل التوافق حول أصناعة الكتلة الأكبر وهذا تحليل جريء يدعم ما أدى إلى قرار المحكمة الاتحادية بالجملة والتفصيل ترجمة نانسي قنقر